موسيقى موسيقى السلام عليكم وبركاته من شاء الله بخير فيديو لهم سيكون لجهاز ديالكسي اي ثمانين اعتذر بالفترة السابقة ما كان اكو هواي فيديوهات بسبب امتحانات الفاينال لكن اوعدكم بالفترة القادمة راح تكون فيديوهات اكثر وبشكل منتظم اكثر. الان فيديو الام راح يكون تجربة لجهاز ال اي ثمانين ومثل كل مرة راح نسوي فتح صندوق ستب وكل هذا الاشياء المملة بعدها استخدم الجهاز بفترة واطيكم تجربة استخدامي لهذا الجهاز. ايضا مثل كل مرة هذه هي مو مراجعة ومو الفيديو اللي ممكن تبني علي قرار شراء. لكن هو الفيديو اللي راح يعرفك اكثر على هذا الجهاز. فبدون ما اوطلع لكم اكثر خلينا نبدو هذا الفيديو. اوكي شباب الى عارف جعلكم صار استخدم هذا الجهاز لثلاث ايام. وخليه اقل لكم انه هذا اغرب جهاز سامسونج استخدمته. مو فقط من ناحية الشكل لكن ايضا بعض الخيارات. والاعدادات اللي مخليتها سامسونج بهذا الجهاز. فالآن اللي الصممه سامسونج وهذا هو كان الناتج فالجهاز المفروض ينافس الاجهزة الصينية اللي بكاميرات من بثقة مثل اجهزة شاموي اجهزة فيفو وون بلاس وحتى الاوبو فماكو ايشي على هذا الجهاز رح يوحيلك انه هذا جهاز سامسونج صدقا لو نزلنا على فتة سامسونج وها ما عرفنا انه هذا الجهاز موجود من الاساس ما رح نقدر نميزة او نشافها باجهزة سامسونج غير هذا ازرار رفع وخفض الصوت اللي سامسونج كانت مصرر ان نتخليها على اليمين بكل اجهزة السلسلة الاي الان صارت على اليسار ومكانها جدا رهيب وجدا سهل ان نتوصل له ايضا زر ما رح يكون موجود على هذا الجهاز لو رحنا للاسفل ما رح نلقى منفذ الهيدفون جوك ممكن هواية اشخاص رح يكر هنا للشي لكن هذا المنفذ ما رح يكون موجود ايضا منفذ سيم كارت رح يكون بالاسفل مثل اجهزة هواوي وما رح يكون اكو ذاكرة خارجية تقدر تركبها على هذا المكان غير هذا موجود لدينا يو اس بي تايف سي للشحن سريع 25 واط وسبيكر مفرد مستيريو الان طبعا كل شيء بهذا الجهاز مختلف عن هذه الجهزة سامسونج حتى توجه سامسونج بالوزن الفترة اخيرة شوفنا الجهزة سامسونج تكون وزنها خفيف هذا الجهاز رح يكون وزنه 220 غرام يعني ربح كيل بالضبط غير هذا ايضا البطارية رح تكون اقل من بقية السلسلات الاي رح نشعر لها بوقت لاحق ايضا بشكل سريع بخصوص التصميم حتى ما انسى اكون على اطراف الجهاز من اليسار انتنة ومن اليمين رح تكون قطعتين ايضا انتنة من البلاستيك هذه الانتنة اخر مرة شفيتها بهذا التصميم كانت على نسخة صغيرة وكانت نتيجة كارثية فالبكسل تو كان جهاز جدا ينكسر بسهولة بسبب هذا القطع اللي يكون من البلاستيك اللي يكون نقطة ضعف بالتصميم اتمنى هذا الشيء ما رح يكون موجود على هذا الجهاز ايضا البيكسل تو كان من البلاستيك لكن هذا الشيء ذكرت لما شفتها على هذا الجهاز. ايضا لما تنفتح الكاميرا بالكامل راح يكون اكفراغات على اليمين وعلى اليسار والمفروض ان تكون حاذر انه ما يدخل شي بهذه الفراغات حتى ما يعطل لك المطور اللي يكون داخل الجهاز. غير هذا فالكاميرا نفسها لما تنفتح يكون سرعتها بطيئة. وهذا هو الصوت اللي ينتج عن فتح واغلاق الكاميرا. مثل ما تلاحظون الصوت جدا مزعج فمو هو الصوت اللي ممكن ما تلاحظه. ايضا هذا الجهاز ما راح يكون عالية حماية من نوع فتح عن طريق الوجه بسبب بطء فتح الكاميرا. فالكاميرا راح تاخذ وقت جدا طويل حتى تلفتح. فالسامسونج لغت قفل الوجه من الاساس. فالآخر نكمل مع الشاشة. الشاشة بالامام فو الاشدي بلاص. الشاشة بيع بعض الشاشة كاملة. من الاعلى راح تكون ابعادها جدا مبهرة. من الاسفل ما راح يكون شيء مبهر صراحة. لانه شفنا هذه الابعاد shotgun. الاي تلاتين يحاليا سعرها تقريبا تلاتمية وعشرة دولار. فما اكون شيء مبهر بالاسفل لكن بالاعلى شيء جدا مبهر ان يكون الحواف بهذا السمك. وواحدة من الاشياء اللي خلت الحواف بهذا الشكل انه ما راح يكون اوك يسمى الصوت على هذا الجهاز من الامام. الصوت راح يكون من خلال الشاشة نفسها. غير هذا الشاشة اسفلها راح يكون البصمة. وخليه اقول لكم انه هذه البصمة هي اسرع من الاي خمسين واسرع من الاي سبعين واسرع بصمة بسلسلة الاي من ناحية البصمات اللي تكون اسفل الشاشة. الان هذه هي سرعة البصمة. ما استقرب اذا كان سامسون قررت انه تغير المستشعر نفسه اللي على الجهاز. لانه اللي على الاي خمسين على الاي سبعين كانت جدا سيئات او بطيئات. فهذه هي سرعة البصمة من وضع السكون وهذه سرعة البصمة من شاشة القفض. فالبصمة جدا سريعة مو سريعة مثل اجهزة شاومي ولا حتى مثل اجهزة الهواوي لكن اسرع من الاي سبعين واسرع من الاي خمسين وراح يكون تحسن جدا من حو من الخلف التصنيع الجهاز رح يكون من جوريلا جلاس سيكس لكن الغريب انه من الامام رح يكون جوريلا جلاس ثري لا تعرف اي شي عن جوريلا جلاس ثري هذي تم تصنيحه في 2013 بالتمام قبل 6 سنين و 17 بالتمام فما عرف ليش على جهاز بهذا السعر سعر الجهاز هو خمسون سبعين دولار بالتالي اختصر هذا الفيديو. فمعرف على جهاز بهذا السعر لي سامسونج اختارت انه تخلي طبقة الشاشة قديمة. فالجوريلا سكس راح تكون اقوى وايضا مقاومة للسقوط راح تكون افضل وايضا للخدوش راح تكون مقاومة افضل. فخيار جدا غريب ان يكون على هذا الجهاز قديم او نسخة قديمة. فهذا هو الجهاز او تصميم الجهاز بشكل سريع العام. راح ننتقل الى الكاميرا. بالعادة نحجب على الكاميرا بالنهاية الفيديو. لكن هذا الجهاز تقريبا محور الجهاز هو الكاميرا وايضا هو اسيا اريد اذكرها بالكاميرا اشياء غريبة ولاشياء ثانية ايضا. وببقية الاشياء راح نذكرها بعد الكاميرا من الاداء وكل هدى اشياء. الكاميرا الاساسي هي كالاتي راح تكون بالوسط. تمانية وربعين فاتحة عاد سف او على الاقل هذا الي تحاول لسوق لسامسونج بالحقية راح تكون ١٩ ميجابيكسل. نحن ستتولى باいうوقت لاحق. كاميرا ثانية راح تكون زاواية عريضة. ثمانية ميجابيكسل فاتح العدسة F2.2 ايضا رح يكون اكو مستشعر خاص بالبعد وتأثير العزل وكل هذه الاشياء. ايضا موجود فلاش. الغريب بالكاميرا انه رح تكون موجهة للاعلى. ما اعتقد انه رح تلاحظون هذا الشيء بالفيديو. لكن انا الاحظ انه الكاميرا موجهة بزاوية للاعلى. اقدر ارجحها بايدي لو ضغطت عليها رح ترجع على مكانها الطبيعي. لكن لو رفعت ايدي رح ترجع موجهة للاعلى. لما اشغل الكاميرا ما رح تلاحظة. لكن الان اشوف ان الكاميرا موجهة للاعلى. مو مستقيمة بالوسط. الان لو رحنا الى نفس تطبيق الكاميرا. فاذا تلاحظون الان موجود لدينا وضع الليلي اللي شفناه بالجالكسي اس تن. موجود على هذا الجهاز الان. ايضا وضع محترف الى الان ما كو وضع محترف حقيقي على اجهزة السلسية الاي. وهذا الجهاز ما رح يكون استثناء. فما رح يكون اكو وضع محترف. والاعدادات اللي رح تغيرها بهذا الوضع جدا محدودة ما راني داني نسمي وضع محترف. ايضا تركيز مباشر وفيديو تركيز مباشر هو شي جديد. فهذه الأشياء اعتقد شفناها باجهزة هواوي. انه هو نفس تأثير العزل لكن على الفيديو ومو على الصورة. شي رهيب ممكن تستفيد منه. موجود بالكاميرا امامي والخلفية ايضا. الان لو رحنا الى الصورة مثل ما قلت لكم الجهاز يتصور اه اثناش ميجابيكسل بوضع افتراضي. الان لو اخذ الصورة هاد الصورة راح تكون اثناعش ميجابيكسل مونة تمانية وربعين ميجابيكسل. اذا حابت خليحة تمانية وربعين ميجابيكسل لازم بتفعل وضع الى اربعة عاتش بالاعلى والان راح تقدير اسطور ثمانية وربعين ميجابيكسل. لكن راح تفقد ميزة تركيز مباشر وميزة الاش دي ار. لما اتفعلوت تمانية وربعين ميجابيكسل هذه الميزة ما راح تقدر تشغالها. لان اذا تلاحظوا لو رحت الى التركيز المباشر الثلاثة الى اربعاتش اللي بالاعلى اختفت ولو حاولنا انه نفعل الثلاثة الى اربعاتش ما رح نلقاها لانه تركيز المباشر نفعل بالاسفل لو رجعنا للصورة رح نلقى الثلاثة الى اربعاتش فوضع الـ 48 ميجابيسل ما رح يكون متوفر على التركيز المباشر وايضا الـ HDR غير هذا نقدر نغير بوساطة من خلال هذه الايقونات بين كاميرا وزاوية العريضة والكاميرا الافتراضية ايضا لو رحنا الى الفيديو اقوح حركة بالاعلى هي الفيديو الثابت فهذا هو نفسه اللي موجود على الـ Galaxy S10 وهو يستخدم الكاميرا بزاوية العريضة حتى يطيق فيديو جدا ثابت وبدون اهتزازات تقريبا لان لو حاولنا الكاميرا الى كاميرا الامامية نقدر نحولها من خلال هذا المكان او نسحب على الشاشة فالكاميرا الامامية والكاميرا الخلفية هي نفس الكاميرا لكن يتغير اتجاهها فالمنطقة انه تتمتع بنفس ميزات وجودة الكاميرا امامية والكاميرا الخلفية بالعادة الكاميرا امامية تكون جودتها اقل من الكاميرا الخلفية وايضا ميزات اقل بهذا الجهاز الفكرة انه الكاميرا امامية والكاميرا الخلفية بنفس الجودة بنفس الميزات لكن الحقيقة هي مو نفس الميزات شي جدا غريب راح نفسرها الان بهذا الفيديو لكن الميزات اللي راح تحصلها بالكاميرا خلفية هي مو نفس الميزات اللي تحصلها بالكاميرا امامية مع ان الكاميرا هي وحدة بتغيير الاتجاه الآن كمثال لو رحنا إلى اليسار ما رح نلقى وضع الليلي فالوضع الليلي رح يخطفي لما تغير تجاه الكاميرا للكاميرا أمامية أيضا وضع بانيراما رح يخطفي ما عنده مشكلة صراحة وياه لكن أيضا وضع محترف رح يخطفي غير هذا لو رحنا إلى مثلا الصورة بالعلى موجود فلاش على الكاميرا إذا حاب تستخدم هذا الفلاش حتى تلتق الصورة ما رح تقدر سانسوك ما رح تخليك تستخدم الفلاش اللي بالعلى أكو إشارة فلاش لو أخذنا صورة الآن الشاشة نفسها رح تتفعل على أنه أضافية لنفس الصورة لكن نفس الفلاش اللي بالأعلى ما رح تقدر تستخدمه غير هذا لو رحنا إلى الفيديو أيضا ما رح تقدر تستخدم الفلاش شي جدا غريب ما لأي تفسية صراحة لكن سانسوك ما رح تخليك تستخدم بعض الميزات من الكاميرا أمامية والكاميرا خلفية لكن رح يكون عندك الفيديو الثابت أيضا بصراحة ما عرف شو نقولها أهم ميزة بالكاميرا هي التركيز التلقائي من أهم ميزات الكاميرا والمنطقة أنه تكون الكاميرا عليها تركيز تلقائي لكن ما رح يكون عليها تركيز تلقائي كاميرا خلفية لما تكون بهذا الوضع الآن كاميرا خلفية رح يكون أكو تركيز تلقائي على هذا الكاميرا لكن لو غيرنا اتجاهها ما رح يكون أكو تركيز تلقائي صدقا ما عندي أي تفسير لها هي نفس الكاميرا فقط غيرت اتجاهها من الخلف للأمام فقدت ميزة تركيز التلقائي ما أعرف السبب اللي خليها تفقدها الميزة لكن هذه الإعدادات اللي خلتها سامسونج على هذه الكاميرا وهذه هي الميزات اللي راح تفقدها لما تغيرت تجاه الكاميرا صراحة شي غريب اللي توقعت أن نفس الميزات الكاميرا أمامية راح أحصلها بميزات الكاميرا خلفية لكن هذا الشي مهمو اللي راح يكون موجود على هذا الجهاز ممكن شوفها بتحديثات لكن على الأقل مولان لأن أيضا بالكاميرات راح أشوف أنه أكتل ثلاث خيارات من ناحية الكاميرا لكن بالحقيقة عندك كاميرتين فقط الخيارات هي هذي هي الكاميرا أساسية هذه هي الكاميرا أساسية لكن مع zoom وهذه هي الكاميرا بزايا عريضة وهذه هي خيارات الكاميرا اللي بالأعلى إيضا نفس الكاميرا خل Belay المخلطili Luити وiente qu Rank Men هل كاميرا رح الصور 8ب نعم نفس الكاميرا فقط غيرت اتجاهها رح الصور 8ب شي جدا غريب لكن إذا أحبت أن تصور 12ب لازم تختار الخيار الوسط اللي هي نفس الكاميرا ولكن بدون zoom واذا حابة صور 48 ميكسل لازم تختار الخيار بالعلى اللي هو ال H فهذه هي الكاميرا امامية وهذه هي اعدادات الكاميرا الغريبة جدا لان ايضا بخصوص الكاميرا ممكن اي شخص يصير عند فضول ان يسأل شون يصير لو فقد جهاز شحنة ونفتة شحنة البطارية والكاميرا كانت بهذا الوضع راح تنغلق راح تبقى بمكانها جربت هذا الشي الجهاز راح يغلق الكاميرا قابل ان يغلق نفسها فالجهاز دائما يخلي نسبة شحن الان بالعادة الجهاز لما يصل صفر بالمية راح ينطفي هذا الجهاز راح يحاول يخلي طاقة فلما يصل واحد بالمية راح ينطفي ورح يحاول يخلي طاقة حتى يغلق الكاميرا قابل ان ينطفي لاحظت انه هذا الشي لما اخلي الجهاز بعد ان ينطفي شحن بالكامل وخلي عشيها راح يبدأ من واحد وراح يقفز الى ثنين بعد ثواني فالجهاز ما راح يصل الى صفر بالمية حتى ينطف راح يتوقف تقريبا على الواحد بالمية هذا الشيء ايضا لاحظته بالكاميرا. الان خليك اشترككم على العتاد على هذا الجهاز بشكل سريع. المعالجة على هالجهاز هو سناب دراجون سبعمية ثلاثين والذاكرة مية ثمانية جيجا بايت والرام هو ثمانية جيجا بايت. المعالج هو من معالجات سناب دراجون الحديثة هداع الجهاز بشكل عام جدا سريس ما كان عند اي مشاكل مع الجهاز. لما سويت اعدادات واختبارات للجهاز على برامج الاختبارات. النتائج كانت جدا متقاربة للهواوي بي عشرين برو. الارقام الآن ظاهرة على الشاشة. ايضا من ناحية الالعاب على لعبة وبج الادادات التراضية كانت على اعلى الاعدادات. وما كان عندي اي مشاكل على هذه الاعدادات. اللعبة كانت جدا سريسة. فمن ناحية الاداء جهاز جدا ممتاز. مو من اداء فهذا المعالج ما يتقارن بمعالجات المثلة الاثمانمية وخمسة وخمسين. لكن من قوى معالجات الفئة المتوسطة او اعلى. فهذا هو الاعتاد بشيء يصير. انا نحجي عنه بالمراجعة الكاملة بشكل تفصيل. اذا رح نقارن مع الكي عشرين برو. الان الجهاز على يميني. فاذا حابب نشوف هذا الفيديو. لا تنسى تشترك بالقناة وتخلينا لايك. اه هذا كل شيء عندي بهذا الفيديو. حتى ما استر بطارية هي تلاتة الاف وسبعمائة مئة امبير. تنشحن من الصفر الى الخمسين بالمية بثمانية وعشرين دقيقة. هذي حسب اختباري لها. لما كان الجهاز منطفل بالكامل يعني اما لكون الجهاز في chercher بهذه الوقت ايضا من الصفر الى المئة بالمئة. بساعة وسبعة وربعين دقيقة. الغريب انه الشاحن طبعا ينفسها بالضبط شاحن الاي سبعين. سوية عليها اختبارات ونفس الطاقة اللي تخرج من الشاحن تين. فالشاحن هي نفسها بالضبط اللي شاحنة الاي سبعين. لكن الاي سبعين ينشحن من الصفر الى المئة بالمئة خلال ساعة وواحد وربعين دقيقة. مع انه عنده بطارية اكبر من الاي ثمانين لكن ينشحن بوقت اقل. شي جدا غريب صراحة. ممكن راح نسوي اختبارات اكثر ونسوي مقارنة بين انجهاتين. لكن هذا اللي لاحظته. فهذا كنت شكرا لكم على هذا الفيديو. اتمنى اعجابك الفيديو. لا تنسى تشترك القناة وتخلينا لايك. اذا اعجبك الفيديو. شكرا للمشاهدة. شوكم فيديو قادم ان شاء الله.